بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهلا بكم طلاب المنصورة الاهلية الفيديو ده خمس دقايق بالزبط هنتكلم فيه على بعض الادشنز والكوليكشنز سواء الحاجات اللي موجودة في الباور بتاع المنصورة الاهلية ومش موجودة في اي جامعة تانية او الحاجات اللي انا عايز اضفها على الليكتشر بداية الصورة او الرسمة اللي قدامنا دي هي فيها حاجات لفاهمك بس كده ما تسألش عليها في المتحام بالشكل دايعا اول حاجة لما نيجي نشوف الانفلاميشنز داخل اللانج داخل اللانج عندنا بنسميه Lower Respiratory Tract يبقى لما اقول Lower Respiratory يبقى انا دخلت جوه اللانج فيه عندنا حاجة اسمها نومونيا وكلمة نومونيا زي ما شرحناها بالتفصيل يعني التهاب رقوي يبقى دي انفكشن لللانج برينكيما التهابات اللانج نفسها ممكن تبقى فيرل او بكتيريال او حاجات تانية احنا شرحناه زي مثلا البرايمر اتيبكال نومونيا اتكلمنا على انه ممكن تيجي نتيجة المايكو بلازما ممكن تحصل على فكرة نتيجة حاجة اسمها الكلاميديا نتيجة اي حاجة من الحاجات اللي هي وسط ما بين البكتيريا والفيروسات كمان عندنا في حاجة اسمها برونكايتس برونكايتس التهاب البرونكاي اللي هي الشعب الهوائية اللي احنا ساعت نقول عليها نزلة شعبية وفيه برونكيولايتس اللي هي التهاب البرونكيول اللي هي اصغر من البرونكاي البرونكايتس والبرونكيولايتس ممكن يكونوا نتيجة انفكشن غالبا فيروس البكتيريا رير ندرة البكتيريا هنا رير ندرة لكن البرونكايتس كمان ساعت تبقى ايميون ميدييتد يبقى احنا عندنا دلوقتي البرونكايتس والبرونكيولايتس اللي اتنين عندنا معلوم انفلاميشن برونكايتس دي في البرونكاي الشعب الهوائية برونكيولايتس التهب البرونكيول ليه الشعيبات الهوائية ليه الشعب الهوائية الصغيرة يعني ممكن البرونكايتس تبقى immune mediated يعني مناعة ذاتية اما عندنا البرونكايتس والبرونكيولايتس اللي اتنين مع بعض مشتركين في ايه ان غالبا السبب فيرال مش بكتيري في عندنا abscess abscess يعني خراج معناه ان البس او الصديد اتجمع عملي زي كافيت كده او كورة داخل اللانج في عندنا بقى امباييمة امباييمة معناها ان البلورة بقى هي اللي فيها بس مش اللانج يعني لو جيت ارسمها مثلا في الجزء الفاضي ده كده دي اللانج اللانج متغطية بالبلورة فلما حضرتك تيجي تبص داخل البلورة تلاقي ان هي فيها بس هو ده اللي احنا بنسميه امباييمة يبقى البس موجود برا لكن لما كان البس عامل كورة ومتجمع داخل اللانج كنا بنسميه lung abscess كم سؤال بقى بعد كده وبسرعة what are the causes of pneumonia in immunocompromised patient الpatient اللي مناعته ضعيفة ايه اللي ممكن يعمل عنده pneumonia الارجانزم اللي يعمل المناعة الضعيفة دي تنشط بعض الارجانزم انه يعمل pneumonia بعض الفيروسات زي السيتوميجالوفيروس وبعض الفانجاي زي الكانددا والاسبرجيلس عارفينتو الفانجاي دي في الناس اللي مش ضعف المناعة محدش اسمع عنها حتى ورف طبق اليوم يعني ولكن لما الواحد مناعته تضعف الفطريات دي تبدأ تستقوى عليه زي الكانددا والاسبرجيلس الحاجة التانية ايه هو المستو كومون كوز وفلوبر نومونيا اللوبر نومونيا بتحصل نتيجة النومو كوكاي او اللي استريبتو كوكاس نومونيا اللي احنا قلنا هي انبيرز او ديبلو كوكاي شمس وهوى وكل اتنين سوا ولكن النومو كوكاي دي انواع كتير تمانين نوع يبقى اللي استريبتو كوكاس نومونيا تمانين نوع اشهر واقوى نوع هو النوع رقم تلاتة هو الموست بيرولانت والاكثر قوة وشراس السؤال الثالث وقت الزاكلينيكال بريزنتيشن او فلوبر نومونيا واحد عنده التهاب رأوي يجي يشتكي من ايه مبدئا كده فجأة يجي له هاي فيفر وشيكينج تشيلز يعني سخنه بيرتعش يبقى دي اول حاجة ويبدأ يكوح الكوحة عندنا بتبقى ميوكو بيرولانت ومعلش يعني هي دي مكتوبة كده في الليكتشر بتاعتكم رغم انها فيها غلط هي المفروض ما تبقاش بيرولانت اصلا يعني ما يبقاش فيها باس ولكن هي مكتوبة كده في الليكتشر فانعدها لهم يعني لكن اللي انا بقى مزوده وده اهم من اللي مكتوب في الليكتشر حتة تراستي سبيوتام ان احنا عندنا في مرحلة الريد هباتايزيشن فيه ار بي سيز بتتكسر فبالتالي بيبقى لونها بني لان بيطلع مناهي مسدر لونه بني فالمريض لما بيكوح البلغم بيطلع لونه لون صدى الحديد كده زي الحديد المصدي راستي سبيوتام ده مميز للدوبر نومونيا في مرحلة الريد هباتايزيشن ولو البلورة التهبت كمان سواء مرحلة الريد او الجري هباتايزيشن كنا قلنا ان فيهم البلورة بيحصل فيها انفلاميشن فيبقى فيه بلوريتك بين واجع البلورة زي يشكت الابرة بالزبط فالانسان يحس ببلوريتك بين يعني ستيتشنج بين زي يشكت الابرة والمفروض ان احنا في الباثولوجي مش بنتكلم على الادوية طب لو المريض ده اخد انتبيوتك المفروض الانتبيوتك ده يخلي المريض يتحسن بعد من 48 الى 72 ساعة يعني احنا لما كنا وصلنا تقريبا لغاية انه ممكن يحصل 21 يوم او على الاقل 16 يوم من الانفلاميشن ده كان من غير الانتبيوتك لكن باستخدام الانتبيوتك المريض بيبدأ يتحسن بعد يومين لتلاتة 48 الى 72 ساعة عندنا بعد كده ايه هي الكمبليكيشن هي الوبرنومونيا خدنا لكمبليكيشن جوه اللانج وبره اللانج ونتيجة التوكسيميا وممكن نتيجة الفايبروزيس لو حصل رغم دارير لكن لو الانسان ما نعطه ضعيفة ممكن تتأخر شوية delayed resolution ممكن عندنا تعمل lung abscess يعني يحصل abscess داخل اللانج زي ما رسمنا من شوية وممكن حتى يحصل تعفن في اللانج اللي هو gangrene يبقى اللي منعتهم ضعيفة ممكن يحصل delayed resolution يبقى فيه lung abscess او حتى يحصل تعفن داخل اللانج وهو gangrene بكده نكون احنا تكلمنا على lecture one تكلمنا فيها على part one تكلمنا على part two وبعد كده تكلمنا على additions والcollection اللي هندخل فيه على طول هو الريفيجن وبعد الريفيجن حل الامس كيو ونزل لكم كويز عليها عشان يبقى كده قتلناها بحثا حتى نلتقي بقى في فيديو آخر لكم مني الف تحية مع السلامة